موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها مجددا عن إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بكورونا ومقارنتها مع إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمرض نفسي وكيف تم التعامل هنا في فرنسا مع الشعب وما مع المعلومات الرئيس وهناك في الجزائر كيف جرى التعامل بلا أدنى شك أنه تحدثنا كثيرا عن الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجمهورية وكانت طريقة غبية جدا هذا في أقل الأحوال وإن كان هذا اللي قدروا عليه هذا وش حلبة البقرة لا مكانش ثقافة الدولة مكانش احترام أولا للرئيس ثانيا للرئاسة وثالثا للشعب من المفروض نقول أولا للشعب وثانيا للرئيس وثالثا للرئاسة أو العكس أولا للشعب وثانيا للرئاسة وثالثا للرئيس من المفروض تكون هكذا ولكن للأسف الشديد أن السلطات الجزائرية تعاملت بطريقة غبية جدا ارتدت سلبا على المسار برمته ومن يقول بأن ما حدث لن يؤثر سلبا على المسار فهو يكذب عليكم لم تعد هناك ثقة بين المواطن وبين الحاكم بين المحكوم والحاكم بين الشعب والسلطة لم تعد هناك ثقة كيفاش الجزائر خرجوا في فيفري 2019 وطالبوا بالتغيير جاءت المؤسسة العسكرية وعطات وعود كانت تحت قيادة القايد صالح وبدأت في المسار الشعب هناك انقسم هناك لم يفق أصلا في هذه السلطة وهناك منفضل التريث لا كذبها لو ثق فيها وهناك نسبة وفقت في السلطة بحذر شديد وهناك نسبة من الطبالين والمزمرين اللي دائما مع السلطة مع الواقف وخلاص وصيبهم هذو ما لا يعول عليهم في بناء دولة ولا في صناع التغيير ولا في أي شيء هذو ما عبارة عن غوغاء موجودين في الواقع الحقيقي موجودين في الواقع الافتراضي ورانا شفناهم رانا شفناهم هم للأسف الشديد يجي مواطن جزائري عادي بإمكانياته الشخصية يحاول يوصل الجزائريين محلل يعيش في الغرب ولا يعيش في الشرق ولا يعيش وين يعيش يجي يتكلم الجزائريين ها هي أخطاء السلطة يجيوك الغوغاء هذو كائن هم طبقات هناك جنود أو جيوش إلكترونية ممنهجة ومنظمة تابعة إلى جهات معينة تستهدف كل صوت يكشف عيوب السلطة وهناك أصلا لجبلة على هذه الشيطة وعلى هذا التزلف للحاكم لم يطلب منه شيء يجيك أنا أعرفهم أشخاص جاءوا شتموني والله يعيشون في أقصى الشرق في ظروف بائسة فقط لا عنده حتى رئيس البلدية لم ينل شرف اللقاء به ياسيب بين قوسين كلمة الشرف ما ألقاش ولكن يجي يسبني ويسب غيري ويسب غيره كأنه والغريبة أنه نظرية المؤامرة هذه في الجزائر صارت كارثية صارت كارثية والسلطة تشجعها وتدفع عليها ونظرية المؤامرة إذا كان تمت المبالغة فيها راهي سكين ذو حدين يذبح علي الجهتين إذا قلت ما كانش تذبحك وإذا قلت كائنة وبالغت فيها تذبحك الدول تتآمر على بعض الدول مصالح ومصالح مضادة هذه موجودة ولكن أنك تعيش شعبك في جوتع مؤامرة المواطن الجزائري اللي يتحدث له هذا عميل هذا عميل المخزن هذا عميل القطر هذا عميل التركيا هذا عميل السعودية هذا عميل كذا وكذا وكذا ويبدو يوزع العمالة آلا فهذا أنت الهنارك تدمر الوعي الشعبي رح نتحدث الآن هنا في فرنسا مثلا نحن السلطة الجزائرية قبلتها الإليزي النظام الجزائري يعبد فرنسا كل شيء مع فرنسا كل شيء مع فرنسا وذلك يجي اللي يقول لك آه أنت أنور ما لك تعيش في فرنسا نعم أنا جيت عشت في فرنسا ورني عايش في فرنسا ولما جيت خرجت كنت مطارد من السلطات الجزائرية من نظام بوتافليقة جينا هنا لفرنسا وإحماتنا القوانين الدولية مش فرنسا فرنسا عندها معاهدات وافقت عليها قضايا اللجوء وقضايا كذا طبقتها غصبا عنها إذا كان ما تجي تحاول تحرمك منها القانون يديك لأنها بلاد طعا قانون نتفق معها في أمور نختلف معها في أمور وما أكثر ما نختلف معها ولكن طبق دائما دولة مؤسسات ونشوفه كيفاش تعاملت مع ماكر فجأة يخرج بيان من رئاسة الجمهورية يقول بأن الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون راه مصاب بالكوفيد إيجابي راه ودير التحليل وطلع إيجابي لم يظهر شيء ما اختفاش الرئيس مثل ما حدث في الجزائر آخر ظهور الرئيس كان 15 أكتوبر حتى وألغي مجلس الوزراء وكذبوا على الجزائريين قالوا مجلس الوزراء وأسبابه كذا وتقنيته وأجندة واش نعارف وكذا وكذا وهي واضحة أنها كذب حتى الـ 24 يعني من خمسة تسع أيام حتى تمدد الرئيس على الفراش ربما راه تمدد قبل لو كانت عنده قدرة على عقد مجلس الوزراء عن طريق فيديو كونفيرانس لدارها ما ترهاش بعد وش يديره يديرك بيان يقول لك راه رئيس الجمهورية راه رئيس الجمهورية دخل في حجر صحي طوعي وكانش حجر صحي غصبا عنك غير المحابسي أي تري أي مواطن أي إنسان أن يدخل يحس بأنه عنده أعراض ولا راهو شك باللي راهو عنده كورونا يدخل في حجر صحي طب مهزوش يحطو في الصيلون هكذا الأمور تمشي مش رح يهزو حاجر صحي طوعي صدقناها كان يوم 24 أكتوبر منذ ذلك الحين مظهرش شوف فرنسا داروا بيان غدوة راهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكر وراهو أصيب بكوفيد غدوة فيما سأني دير هو فيديو من محل إقامته البلاسة الله راهو في حجر صحي وقال أهدر للفرنسيين سأوافقكم بكل التطورات ها هو شدار الإيريزي ها هو التصل بالناس اللي ده صلى كونتاكت معاهم كل شي واضح وراح أبقى أوافي الفرنسيين بل أنه هناك من تحرك قضائيا ضد مجهول بأنه تم خرق لأنه هؤلاء تعشاوا أدى إلى إصابته بكوفيد هناك أصلا من بدأ كيفاش رئيس يصب بالكوفيد الرئيس اللي هو من المفروض يرعى الشعب ويحميه هو يصب بالكوفيد ما حماش نفسه كيفاش رح يحمي الشعب شوف الدولة شوف دولة المؤسسات نحن ماذا يا طهوعي بعد ذلك يوم 27 قال لك الرئيس تم نقله إلى عين النعجة لإجراء بتوصية ونصائح من الأطباء راح وراه يمارس في مهام معادي جدا بعدها في ليلة وحدة يقضي يقول لك يوم 28 أكتوبر تم نقله إلى ألمانيا لإجراء فحوسات معمق وبعد ذلك يختفي الرئيس يقعد أحيان ويجيبونا بيان في 36 كلمة وراه برقيات وكذا لم يخبروا الجزائريين إلا بعد مدة تجاوزت 15 يوم وقية في حدود أسبوعين قالوا بأن الرئيس مصب بكوفيد رغم أنه جاتوا مراسلة برقية من الملك السعودي قال بأنه صابتوا بكورونا ورغم ذلك رسميا لم يعلن إلا بعدما خلاص انفضح الأمر هذه مهيش دولة مرض الرئيس رهو ما شو سر أمن قومي يا جماعة هذه كانت أيامات زمان مرض الرئيس ما ولاش سر وش من سر وانت ديته للألماني عالج هناك بل أنه بل أنه جيوسهم الإلكترونية وذبابهم وحشراتهم الإلكترونية عبر مواقع التواصل أقول لك شوف الرئيس ما راحش الفرنسا راح الألماني ما شاء الله هذه العظمة وهو ما عندهش فطرة فقط يقول أنا قلت ونجد نكرر ونأكد أنه ندام منظومة صحية نتعنى أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقي حب من حب وكره من كره أحسن منظومة نعم وإن أفصلت كلمة نظام صحي وواقع صحي هناك كانت واحدة المفارقة ولكن أنت ما عندكش حتى مستشفى يعالج يعالج الوزراء ويعالج المسؤولين واحد على مستوى القطر دولة غنية مثل الجزائر تروح الألمانية ويعتبره إنجاز بل أنه هناك من يتحدث بأنه على نزم سر أعظم بل هناك من يروج أن المخابرات الفرنسية عجزت أن الجزائر المخابرات الجزائرية استطعت أن تهزم الأجهزة العالمية في مرض الرئيس على الله العظيم أنتم تستخفون بعقولكم مش بعقول الناس أنتم تضحكون على أنفسكم وليس على الناس أي سر هذا الرئيس راهي عندهم كل المعطيات الرئيس ما شو ديته ملفه الطبي باش يدير تحاليل أو ديته لهم كل الألمانيا معناها راهي أوروبا كل عارفة فقط تجيوا تضحكوا على الجزائريين تستغلوا عواطفهم بل أنه يتحدثوا أنه ها الرئيس رهي مؤامرة لأنه وقف على التطبيع أي وقفة مع التطبيع أي وقفة ضد التطبيع ما هو الأخطر التطبيع أو الاعتراف الجزائر تعترف بإسرائيل والرئيس لو ترجع إلى خطاباته قال دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في حدود السبعة وستين معناها حل الدولتين معناها الشرعية الدولية هذه الشرعية الدولية معناها معترف في إسرائيل تبقى قضية العلاقات يعني ما هيش حاجة كبيرة تدير علاقات ولا ما تدير قضية تخضع إلى المصالح المسألة مسألة الاعتراف أنت اعترفت بوجود كيان في عمق العالم العربي وماخذ جزء كبير من الأراضي الفلسطينية وصنع هذا الكيان هذا هو الأخطر أنت تعترف يعني لماذا تجي تلعب وتعبث على مشاعر العوام من الناس التي تأخذهم عواطفهم بهذه الطريقة وتجي تقول بأنني أساند قضية الصحراء الغربية وأن تصر لها نعم أم لماذا؟ لأنه قضية تقرير الشعوب لمصيرها لماذا لم نشاهد الجزائر تتخذ مواقف مع شعوب أخرى؟ لماذا الجزائر لم تدن يوما التدخل الإيراني في سوريا؟ بل أنها وقفت مع النظام السوري قد تقولون أن ذلك حدث في عهد بوتفلقة لا بل أن وزير الخارجية بوقدوم زار السفارة سفارة بشار الأسد في الجزائر وأمضى هناك وعزاهم في وفاة وليد المعلم وزير خارجية الأسد وقال بأن الجزائر تقف مع سوريا وطبعا هو يقصد من تداول لذلك؟ تداوله الإعلام الإيراني لماذا لم تكن مع الشعب السوري أيضا في تقرير مصير؟ الشعب السوري تقول أنك تقف ضد التدخلات الخارجية ألم تتدخل إيران في سوريا؟ ألم تتدخل شبكات حزب الله تدخل بالمقاتلين وهو ليس دولة ولا هو جيش رسمي تابع للدولة أن نتدخل بناء على قوانين وقرارات لهذه الدولة بل تدخل بأوامر من خاميناي أرسل مقاتلين تبعين للحزب وذبح السوريين لماذا الجزائر لم نسمعها يوما تصدر إيدانا واحدة لتدخل حزب الله؟ بل أن الجزائر رافضت إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب على الأقل نكون متوازن لم نسمع يوما أن الجزائر قدمت إيدانا للتدخل الإيراني في اليمن حرص الثوري موجود مع الحرصيين الحرص الثوري هم يطلقوا في سواريخهم لماذا لم نسمع الجزائر هكذا؟ يعني القاضية فقط تتعلق إلا بالشعب الصحراوي الذي طبعا لا نطعن في قضيته من حق تقرير مصيره هكذا قالت الشرعية الدولية للأسف الشديد يتعاملون مع الشرعية الدولية بموازين مختلفة الشرعية الدولية أيضا تقول تنتصر للشعوب الشرعية الدولية أيضا تقول لا للتعذيب الشرعية الدولية أيضا هناك جرائم ترتكب في الجزائر جرمتها الشرعية الدولية إذن دعونا من الكيل بمكيلين بهذه الطريقة ما هكذا تبنى الدول؟ ما هكذا تصنع الأمم أو تصنع الأمة مكانة لنفسها بين الأمم؟ ما هذه الطريقة؟ إذن تعامل إذا كانت أنتم كل متردية ونطيحة تدوها من فرنسا القوانين في الجزائر كلها من فرنسا الدستور اللي داره لكم العرابة داره لكم عزفه لكم على أنغام فرنسية دستور طاعة فرنسا كل شي تدوه من فرنسا لكن كيف تتعاملون مع الشعب؟ علاش ما تتعلموش من فرنسا كيفاش تعامل شعبها؟ علاش الرئيس أو الرئاسة ما تتعلمش من الإليزي كيف يتعامل مع شعبه؟ حتى يجي بعض يقول لك هاو ماكرون اظهر لك من تويتر من تويتر الرئيس راهو قطع خلاص تواصله أراد أن يكون تواصل شخصي كشخص ما قالهم هذا خطاب للأمة ولا شيء عادي بلباس عادي جالس في المكان انتاعه يتحدث إلى شعبه يوافيهم وشدير هذا هو ليت الرئيس ما قال شريق الروح وكذا وجلس وجه خطاب للأمة احنا قاعد يطمأن فيهم على صحته ويوميا راح يتحدث لهم على حسابه في تويتر اللي يشاهدوا فيه الملايين احنا لما انتقدنا طريقة اللي يظهر بها الرئيس كنا ننتقد لأن لدينا معطيات بأن الرئيس سجل فيديو ورفضوه واضطر أنه يلجأ إلى هذه الطريقة ماذا أنا قلت لكم في ذلك الوقت لو كان الرئيس من البداية وصل الألمانيا صاح راح راح في غيبوبة وأكدها هو بنفسه كما تعلمون منذ ما يقلب شهرين وخدته خارج على جناح السرعة تم نقله على جناح السرعة معناها السمطة كانت تكذب كي تقول بأنه نغل لإجراء فحوسات معمق لا نقلته في غيبوبة لأن العطباء قالوا إذا لم ينقل إلى ألمانيا يموت ما عند الناس ما نديروله وخافوا يتحملوا مسؤولية في القضية تتعلق برئيس إذن ازربوا الدوه لألمانيا بديتوا تطلعوا من هنا ومن هنا ومن هنا حتى وفقت لكم ألمانيا إذن المشكلة هنا ما يكون الرئيس الفطرة مع الإشارة وراح في غيبوبة ما يقدرش يظهر لو كان هناك قلت درت بيان هارلي أصيب الرئيس قلت الرئيس راه أصيب فيروس كورونا الرئيس الآن راه يجب أن يكون في عزل صحي بعد كي يشد الرئيس راه يحدث التطورات من الضرورة أنه ينقل إلى عين نعجة بعد كي وصلت إلى عين نعجة أنه هناك تداعيات أخرى الرئيس ليس أنه يضطر أنه يلقى إلى ألمانيا بعد في ألمانيا الرئيس الآن راه فيه بأجهزة تنفس الصناعي لعنده أشكالية في الصدر وهذه طبيعية نعرفه هم دخلوا وداروا أجهزة تنفس الصناعي وخرجوا رهم لبس عليهم بعد الرئيس كي يتحافى ما عليش كون يجي إما ما يديرش خطاب للأمة يدير كلمة كيمة الطريقة تاع ماكرون كأنه يحدث المتابعين أهلا وسهلا بكم أيها الجزائريون الآن رأني هو وش سرالي والآن رأني هذا هو وضع الساحي وهذه التطورات وقضية العمل أن هالرئاسة راه يتقوم بما يجب أن يكونوا كذا وكذا وتحكي ماذا ماكرون أحكيها لهم الإليزي واش داروا كيفاش تصلوا بالناس اللي يحدث معهم الاحتكاك والتواصل وكذا وكذا واضح أنت ما تغيبوه قريب شهرين ما علي حتى خبر من 15 أكتوبر آخر ظهور إلى 13 ديسمبر ظهر في خطاب بعد ما ما حبوش يبثلوا الخطاب بتاع اللي يبعثوا الجزائري لأنه كان هناك مخطط لأنه ما كانش ثقافة الدولة في التعامل مع مثل هذه الأحداث هناك طريقة عصابات كل عصابة تريد أن تسقط الأخرى اللي تتمكن من الرئيس طيره حتى شفنا البارح يتحدثوا على إنجازات الرئيس ولا صورة وحدة للقييد صالح في التلفزيون شكويني يصنع هذا اليوم صنعوا الجيد صالح أنتم قلتم في تلك المرحلة أنها المؤسسة العسكرية أن الجيش الوطني الشعبي بقيادة الجيد صالح لنماذا لم تظهروا الجيد صالح لأن هذه الإشكالية هذه الثقافة اللي موجودة عند العسكر العسكر كل قائد جديد يجي يحاول يمسح أثر اللي سبقوا وهكذا ما تكونش الجيوش قوية الجيوش القوية تحترم رموزها الجيد صالح تتفق معها ولا تختلف معها قضى سنوات طويلة وهو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع وما حدث في 2019 صنعوا الجيد صالح إذا كان جيت شطبته الجيد صالح معناها هذا المسار إما أنك غير راضي على هذا المسار معناها هرك تعمل ضد هذا المسار أتبون هو نتيجة هذا المسار طبعا أو أنك فقد تريد أنت الظهور وهذه ما هيش حتى شفناهم واش داروا بعد الثورة حتى نسى الشهداء خدموهم منظفات أولاد الشهداء طيشوهم طيشوهم وشفنا واش حدث هذا هو طبع الجزائري الجزائري لما يصل إلى مكان يرفس اللي سابقه وهكذا الجزائر تقفز من مستنقى إلى آخر لا يمكن للدولة أن تتطور بهذه الطريقة لا يمكن للدولة أن تبني مستقبلها بهذه الطريقة الدولة التي لا تحترم رموزها ولا لا تحترم شهداءها ولا تحترم مجاهديها لا يمكن أنها تصل إلى مكانة بين الأمم شوفوا شوفوا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو كيفاش يحترم شعبه شوفوا الأمم الأخرى كيف تحترم شعبه ولا يعني أنني أمجد هنا فرنسا ولا أمجد غير أنا جزائري ولكن عندما تتعاملوا مع فرنسا تدو من عندها كل شيء إلا القيم المليحة تدو من عندها النفايات الثقافية والإديولوجية والأخلاقية والسياسية ولكن ما تدوش منهم الأشياء المليحة إحنا أمّة جزائرية عندنا خصوصياتنا وعندنا سياساتنا وعندنا قيمة من المفروض نتعلم نحافظ على هويتنا نحافظ على ثقافتنا وصلنا لحال الهوية يغيروها ذات التاريخ يزوروا فيه أنتما ترجعونا إلى العهد النوميدي وتحبّين تتباهوا بماسي نيسا وعندكم القيد صالح ما زال ما أوصلش عام ما زال ما أوصلش عام ومجدتوه ودار له الرئيس يوم آداء القسم أعطاه وسام ما دهش غيره وكان مسؤول كبير في الدولة وقاد مرحلة حاسمة من عمر الجزائر ورغم ذلك ما تكلمتش عنه ادفنتوه ما زال ما فاتش عليها منتظروا منكم تحترموا شهداء ماتوا قبل 62 تحترموا مجهدين ابقات منهم عدد قليل على قيد الحياة الآن ما هكذا ما هكذا تبنى الأمة وما هكذا تكون الدولة الجمهورية الجديدة كيف ستريدون أن تكون عندنا جمهورية جديدة بهذه الطريقة البائسة ليس هكذا الشعب الجزائري خرج طالب بالتغيير عندما كانت عصابة بتفليقة تعيث فسادا في الجزائر كنا نعارضها وكان الذين يسبوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف وغيرها يقولوا بأننا آيات خارجية هم الآن نفسهم يسبحوا بحمد تبون ويسمون نحن آيات خارجية ولكنهم في المقابل يرددوا وكنا نقولوا فيها نحن عن عصابة بتفليقة وراح يجي اليوم نفسه يرحل تبون ويقولون فيه ما لم يقال فيه بتفليقة وبعد ذلك أيضا إذا جرى رئيس آخر وشفناه دار الغلط رايح نفسه يسبونا يخولونا وغير على الرئيس على الرئيس أن ينتبه والله الذين أمضغوا لحم القيد صالح في عامه الأول من رحيله رح يمضغ لحمه أيضا الدولة التي لا تحترم رجالها ولا تحترم صنع تاريخها سواء اتفقوا عليها واختلفوا مع ليش لو كنتم كنتم تعارضوا في القيد صالح كي كان حي نقولوا نقولوا ممكن جدا ولكن أنتم فطرة معينة قال قيد صالح موجود في التلفزيون الجزائر أكثر مما من المذيعي يوميا تقارير حوله قال قيد صالح وراح وجه وجه وفجأة يمنع حتى ظهور صورته وجيت قل لي رانا فيما سار إذا كان أنتم نحنا تحدثنا وكشفنا بأنكم كنتوا تخطتوا لإسقاط تبوه وجيتوا وكذبتونا وحرضتوا علينا في مواقع التواصل هاي تبوه هو نتيجة المسار تعال قيد صالح يعني معناها القيد صالح ما تحترموه رح تحترموا تبوه على الرئيس تبوه أن ينتبه إلى هذا الأمر ويجب ونطالب الرئيس أنه في ذكرى وفاة القيد صالح أنه التلفزيون يتحدث عن هذا الموضوع تجاهلوا غير غير أخلاقي مع هذا المسار ولا أقول ذلك أنني أسبح بحمد قيد صالح قيد صالح قلت فيه الكثير وكان في عز إمبراطوريتو حتى اليوم اللي تم فيه إقالة الرئيس أو استقالة بوتفليقة قلت 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 في ذلك القيد صالح ولكن بعد ذلك لما توفرت لدينا معطيات بينتنا صدق هذا الرجل فتلك المرحلة رانا ذكرناها بالخير ونحن أوفياء عندما وقفنا مع ذلك المسار انحرفت الدولة على المسار ننتقد الآن تبوه وننتقد شنغريحة لأنه انحرف على المسار أيدناه نحن لم نؤيد القيد صالح بنفسه كشخص ولا رانا تكوننا طمعين في شيء من القيد صالح لو كنا جينا من هذا نطمع الآن في شنغريحة وتبون ونصف قولهم وهم يدفنوا في القيد صالح سندنا ما سار رأيناه بأنه ينقذ الجزائر ويعيد بناءها ويحدث التغيير لكن انحرفت الدولة وحدثت ردة حقيقية يراها الجزائريين وكم أعيب على ملايين الجزائريين الذين خرجوا وبكوا على القيد صالح في الشوارع وجروا في جنازته يصل بهم الحال الآن ويشوفوا هذا الذي قلدوه هذه الزعامة وهو يمضغ لحمه بهذه الطريقة ويدفن مرة ثانية ويقتل بل يقتل وهو ميت بهذه الطريقة التي لا تتماشى مع القيم ولا مع ثقافة الدولة التي تحترم رجالها وتحترم تاريخ لم أستفد من القيد صالح ولم أستفد لا من متفليقة ولا من تبون ولا غيره ولا أبحث عن هذه الاستفادات الحمد لله أغناني وأبعدني على أي شيء ولكن للأسف الشديد ما يحدث لا يتماشى لا يتماشى بل أنه سيذهب بالجزائر إلى انسيداد ثاني والله تكون الجزائر مفتوحة على كل الاحتمالات إذا كانت في فيفري 2019 وجدت من كان ذلك في ذلك الوقت يقود الجيش وأراد أن لا تسفك دماء الجزائريين المرة هذه والناس اللي عرفوا شنقريحة جيدا يدركون ما نقول وراح يجي في أحد المدخلات القادمة بإذن الله سأحدثكم تفصيلا عن شنقريحة وكيف ممكن تصرف في مثل هذه التحديات هذا ما أردت أن أقوله لكم إخواني الكرام وأؤكد على الدولة الجزائرية يجب أن تتصرف بطريقة الدولة وليس بطريقة العصابة يجب أن تحترم شعبها وتحترم نفسها وتحترم مؤسساتها فها هي فرنسا كيف تحترم شعبها وهي أمريكا كيف احترمت شعبها مع إصابة ترامب غير وغير من الدول تعلموا من هؤلاء مش تجيبوننا فقط نفاياتهم الثقافية والأخلاقية وما يخدم مصالحكم الذاتية أما ما يخدم الدولة الجزائرية فأنتم ترفسونه تحت أقدامكم الحديث طويل بلا أدنى شك أكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله